السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في فيديو جديد. هتكلم النهاردة عن موضوع يخص سيدات كتير. بعد الولادة بيبقى في كمية تراهولات كتير جدا. الوزن لسه زايد وعايتين نخلص منه. فعايزين نقول احنا هنتخلص من التراهولات دي ازاي. مع الحمل بيزيد الوزن زيادة كبيرة طبعا ما بين عشرة او اتنشر كيلو. بعد الولادة او مع الولادة بيبتجي ينزل الوزن طبعا بينزل البيبي والماية اللي حواليه والخلاص فنسبة كبيرة طبعا من الوزن ده بتنزل. ولكن برضو لا يزال هيبقى في وزن زيادة. بيبقى فيه تراهولات وال والحاجات دي كلها بتنزل بقى بالتدريج. هنشوف احنا ازاي نقدر نتخلص من الكلام ده. طبعا بيبقى بعد الولادة في الغالب بيبقى فيه رضاعة طبيعية. ويفضل طبعا كل سيدة تردع طفلها رضاعة طبيعية للطفل وللأم كتيرة جدا جدا جدا. لبن الأم مفيش اي لبن في الدنيا في نفس مستوى الكفاءة بتاعت لبن الأم وبنفس الفوائد بتاعتها. لبن الأم ده مهم جدا للطفل لان طبعا فيه كل الأجسام المناعية اللي موجودة عند الأم هو طبعا بيعتبر غزاء كامل. يا ربنا خلقه بيبقى في الشتاء سخل في الصيف بيبقى بارد علشان يناسب الحرارة بتاعت الجو. بيبقى في اول الرضعة خفيف وبعد كده بيبقى في اخر الرضعة تقيل لان بيبقى فيه نسبة الدهون اعلى. طبعا يعني ربنا خلقه بقدر بنظام يعني حاجة كده محدش من البشر يقدر يعمل زي. آآ الام كمان بتستفيد جامد جدا من الرضعة الطبيعية. اول حاجة بيبقى فيه انقباضات في الرحم بتحصل مع الرضعة. يعني اول ما الطفل يبتدي يشفط اللبن هرمونات معينة بتطلع بتعمل انقباضات في الرحم. فبتخلي الرحم اللي كبر ده مع الحمل علشان يستوعب البيبي. طبعا الرحم بيبقى صغير في حجم قبضة اليد كده. مع الحمل طبعا بيجبر علشان يستوعب الطفل ده. الهرمونات بقى اللي بتطلع مع الرضعة بتعمل انقباضات بتخلي الرحم ده يرجع لحجمه الاصلي تاني. في خلال ست شهور. ده فايدة من فوائد الرضعة. فايدة تانية الرضعة دي بتستهلك حوالي خمسمائة صعر حراري في اليوم. يعني ايه? يعني انا ممكن اخس واستفيد من الرضعة. في ناس كانوا ايه يقولوا ايه ناكل حلاوة سوداني بقى وحلويات. علشان احنا بنردع احنا بنكل لاتنين. الكلام ده ما ينفعش. الرضعة يعني سوائل وتغذية صحية. بروتينات وخضروات وفواكه وسوائل. مهم جدا جدا السوائل. يعني قبل الرضعة المفروض السيدة تشرب كوباية او كوبايتين ميا او لبن لازم سوائل قبل الرضعة. الاكل بتاعنا يبقى طبعا على حسب نظام دايت وفيه طبعا انظمة دايت بتمشي مع الرضعة وانا عاملة فيديو عن الرضعة وعن النظام غذائي في الرضعة وحطى فيه آآ نظام غذائي. فيه كمان فايدة للرضعة ان هي بتحمي الام من بعد استراطانات. دي حاجة برضو في صالح الام وحاجة مهمة جدا. طيب هنقول بقى احنا ازاي نتخلص من التراهلات اللي حصلت دي. هو بعد الحمل بيبقى فيه علامات بقى وفيه جلد كده فيه تانيات وتراهلات. في حاجتين لازم يحصلوا. لازم الوزن يقل ولازم يبقى فيه رياضة. طبعا بالنسبة للناس اللي بتبقى عاملة قيصرية والدة قيصرية بيبقى المفروض اول ست شكور بنخلي بالنا من الرياضة علشان الجرح بتاع القيصرية. آآ بالنسبة للناس اللي والدة طبيعي. احنا بنبتجي نعمل رياضة علشان الجلد ده يتشد وعلشان البطن تقل. طبعا لازم نشفط بطننا لنعمل تمرينات لعضلات البطن السفلية وعضلات البطن العلوية. وتمرينات المقاومة والحاجات دي كلها. بس فيه تمرين كده حلو علشان يشد التراهلات دي. احنا بنقف وبدل ما نتني جسمنا على قدام بنتني على وراء. مدد للخلف. لوراء. ونعمل مثلا عشر عدات عشرين تلاتين. طبعا هناخدهم ايه بالتدريج. يعني احنا كل يوم نزود العدد شوية. ليه علشان ما يحصلش قلم في الظهر. اول ما بيحصل قلم بنوقف التمرين. تاني يوم نعمل ونزود العدات شوية. مع الوقت هنلاقي الجلد تشد. الموضوع مسلا برضو بياخد كزا شهر ما بيبقاش في ساعتها. شد الجلد وشد التراهلات دي بياخد وقت شوية. احنا مع الرياضة دي لازم برضو ايه? نخلي بالنا من الاكل. منطقة البطن بيبقى فيها دهون وبيبقى فيها انسولين كتير. الدهون اللي في منطقة البطن دي بيبقى فيها نسبة انسولين عالية. احنا طبعا عارفين موضوع مقاومة الانسولين وانا اتكلمت عنه كتير جدا. كل ما زادت مقاومة الانسولين كل ما طبعا الوزن زاد. كل ما حساسية الانسولين اتحسنت. كل ما ممكن نفقد الوزن. طول ما الانسولين عالي والمقاومة الانسولين عالية يبقى فقدان الوزن بيبقى صعب. قلت قبل كده في عشان احل موضوع مقاومة الانسولين ده. انا محتاجة اعمل رياضة. محتاجة اقلل وزني. محتاجة اعمل سيام متقطع. محتاجة انام كويس. فيه شوية حاجات كده بتساعد على تقليل مقاومة الانسولين. وقالنا طبعا ان مقاومة الانسولين دي وهي وراء مرض سكري ووراء زيادة الوزن ووراء حاجات كتير جدا. لازم نقلل كمية الكربوهايدريت اللي بنأكلها في الوجب. وبرضه نقلل الدهون. حاول ناخد دهون صحية. زي ما احنا قلنا وقلنا الدهون اللي موجودة في زيت الزيتون في المكسرات في الاسماك في التونة في الحاجات دي كلها دهون صحية مفيدة للجسم. والجسم محتاج لها. نحاول ناخد الحاجات اللي فيها الياف. النشويات المعقدة. البطاطس الرز. ما ناكلش السكريات المباشرة والمخبوزات والعيش الفينو والحاجات دي. دي كلها حاجات بتساعد على زيادة الوزن جامد. فاحنا لازم الحاجات دي نمتنع عنها ونحاول ان احنا ناخد النشويات المعقدة. ناخد الحاجات اللي فيها الالياف. الحبوب الكاملة. البقوليات. طبعا الفكهة والخضروات. طبعا نقلل من الفواكه اللي هي سكريات عالية زي البلح والتين والعنب والمانجة. نحاول ان احنا ناخد التفاح. البرتقان. الجوافة. الرومان. الفراولة. كمية سكرياتها قليلة. عشان ده برضو هيساعدنا في اننا ايه نستعيد وزننا تاني بعد الولادة. لازم ناخد احتياجاتنا من البروتين. ما نقللش علشان برضو الرضاعة بتحتاج كمية بروتين. تغذية سليمة. احنا قلنا ان هي مش محتاجة سكريات وكلام من ده. احنا قلنا انها محتاجة اكل صحي وسوايا. طبعا ما ننساش شرب المياه. شرب تلتر مياه. طبعا احنا قلنا لازم قبل كل رضعة كباية او كبايتين مياه او لبن او سويل. برضو النوم كويس. اكيد طبعا اللي لسه والدة ومعاها بيبي صغير النوم بتاعها بيتلخبط. بس احنا يعني ايه بنقول نحنا تحاول ان هي تاخد الست لتمان ساعات. يعني حتى لو على مسلا فترات وتقطعها في اليوم ممكن جزء بالنهار جزء بالليل. هو طبعا النوم بالليل هو مفيد. بس طبعا ايه احنا مش هنقدر نتحكم في البيبي. فاحنا على الاقل تاخد يعني ايه قدر كافي من النوم. يبقى احنا لازم نخلي بالنا بعد الولادة. لازم نرجع وزننا للوزن الاصلي. لازم نعمل رياضة ونحافظ على العضلات بتاعتنا. علشان العضلات بتاعتنا هي القوة الحارقة. فالرياضة هتخلي الحرق يبقى عالي باستمرار. التمرينات زي ما انا قلت التمريين اللي انا قلت عليه. وطبعا اه تمرينات الايروبيكس وتمرينات المقاومة. كل الحاجات دي بتساعد معنا. العادات الصحية طبعا اللي احنا عارفينها. والاكل الصحي بتاعنا. نتجنب طبعا الحاجات اللي هي معمولة بالزيوت النباتية المهدرجة. كل الحاجات دي خل بالنا منها. يارب بتكونوا استفدتم. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة. وفعلوا الجرس عشان يوصلوكم كل جديد. وفي النهاية بشكركم. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.